اشتركوا في القناة اول ما غادي نحضر عليها كل شي كيجي في الادهان ديالو يعني غادي نشد الام وغادي نحبسها مع الصغار ديالي نصافة ايدي لعن الرضاع الحبيسة لا هدي ماشي الرضاع الحبيسة الرضاع الحبيسة هي الطريقة كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الرضاع الحبيسة قبل ما نحضر عناه على طريقة ولا اي حاجة غادي نقسم هاد الموضوع لهذا الرضاع الحبيسة غادي نقسمها الفقرات وهي الطريقة اولا والايجابيات والسلبيات هي هذا الرضاع الحبيسة نحضر اولا السلبيات اول حاجة الرضاع الحبيسة هي عكس الرضاع الطبيعية الرضاع الحبيسة يعني السلبيات يعني نبغينا نضروع للسلبيات اه هي غادي نشدو حناها هاد الانثى يعني هاها والدت وغادي نشدو الباب نخليهم فتوح الواحد المدة معينة في الليل مثلا ونغلقوه لمدة معينة يعني هاد شيء هذا هو العادي اللي لأي واحد يقدر يغلط فيه هاد شيء هاد شيء نظر لكم من اخطأ غادي نشدو الباب وغادي نغلقوه الواحد المدة معينة ولكن لماذا يتوسك تتقدموه العقل والدكاء يعني واش حنا عرفنا هاد الانثى واش اه يعني اردعت ولادها او الصغار ديالها اه في الليل نما عارفين شفوقها اردعتهم يعني سمو هادين نوليو وكأننا كنغصبوه اينا غادي نغصبوه يعني غادي نواليو نغصبوه اسمو ها gernي تدير اينا غادي ندخلوه عند الصغار دياله لي غادي ندخلو عند الصغار دياله يعني تدخل عندهم ويا ما بغياش ترضى عنهم اسمو غادي وقع غادي وقاع هناك رفس غادي تشدهم ويا وآتقاطر فيسهم اسمو غادي وقاع هما بغيين يرضعون منها هي كتهرب والبيت الويله اذا صغير لها تقاطر فيهم ستكون اما خلفه ولا جوج سترضعه منها مشي مشكلة لكن هي مفيهاش الحليب لان فيتمر الدعاء ستبقى ترفسهم ستوقع هناك موت للصغار اما واحد او جوج ستشوف هذا الرضاعة ستقول باللي هاد السيد هاد الفيديو هاد ستغشني لان قال الرضاعة الحبيثة الرضاعة الحبيثة مشي هي هادي انا سنبريكم الايجابيات وكيفاش طريقة وكيفاش طريقة الاسخدام الرضاعة الحبيثة اول حاجه يجبنا بالليل يعني نسدو نسدو على الاطفال على الصغار عفونا من نسدو على الصغار ديالها اسمو غادي وقع هي ما مدخلكش رضاعتهم هذه بالعقل يعني يخدمو الدكاء ديالكم مني ما مدخلكش رضاعتهم اسمو غادي وقع غادي منوض في الصباح انايا غادي نشوفها هاكا وغادي ندلها بعدها اول حاجه وهي حصه او حصتين وذلك كتعويد هذي نعودها مني غادي نجي انايا ونفتح بيت الولادة باش هي تدخل ولكن انا متحكم فيها وعارفها انها ما رضعتهمش هذي اوودها ما مربط الفراسة شي كل شي كي يهدر على هذه النقطة هذي انها مخصش تكون رضعتهم وغادي نشوف الهياء يعني هذي هذي الأنثة هذي كتردى مثلا جوج مرات غادي بالي غادي نقع غادي معها على جوج مرات ولكن غادي نضبط الساعة ديالي على واحد وقيته انني غادي نقع مثلا رضعها يعني قوله في الصباح مثلا مع وقيت الظاهير غادي نجي ونفتح شحور غادي نفتح منشان نفتح منها نصنها لا لانا غادي نفتح ونصد عليها هذي الرضع على الحبيثة ولكن هذي الطريقة يعني هي دخلت عن الصغار ديالا حبست عليها يعني درت واحد حاجز انها صافي ما تخرش شحار من سبعة دقائق ثلث ثمانية دقائق صافي راها كافي انها غادي تكون رضعت منين تكون رضعت صافي هي خرجت ونعاود عتنين نسد ماشي نخليها مفتوحة ومشي انا نضرب دوائرة وهي را دخلت رضعت لا خصني انا اللي نضبط فوقش هي تردع وفوقش ما تردعش هذا هو كل شي قائم على هذي النقطة هذي وعلاش نصده فاللي هذي الرضع الحبيثة كلها عبارة عن فتح وسد سد فتح وسد ولكن انتها ولكن تتحكم فوقش غادي تصد عليها وما تردعش هي ما تردعش ماشي نخلي البيت مفتوح ونشدها نقنف عبيدي نجري عليها تدخل ونصد عليها أنا ما عرفتهش بلا رضع فيتما رضع إلا ما عرفتهش فيتما رضع غادي تدخلت في قتل في الصغار دياله تم كيحدث الموت لا قدر الله قدية ديال علاش أناية ما كنديرش هذه القدية في الليل مثلا يعني نجي نقول أناية في الليل نحل عليها شحم وعد غادي يقول أناية إلا نحل عليها في الليل هي تردع يعني خطأ كبير هذا علاش لأن في الليل نكون أناية حاضية ولا ما حاضيش تقدر واحدة لاخر واحد الصغير من الصغير دياله يبقى لاسق فيها ونما نشوفوش وغادي خرج وغادي يبقى لاكب فيها ومني غادي يخرج هنا ما غادي تشوفه غادي يطح في الكاج من غادي يطح في الكاج غادي يكرم غيب البرد لأنه مني يكون هو مع أخوته يلصق معهم وكيبقى شي فوق شي ذاك الفروضية لهم شي كيسخن شي باش يقدر يسخنوا شوف سبحان الله عاطيهم هاد الملكة هذه أنهم كي يتحاموا بعضياتهم باش يدخل في شي باش يكونوا واحد نوع من الحرارة وتما كي يقدروا يعيشو إلا مشا تتبقى لاسق فيها وخرج نقدر ما نشوفوش يعني حاولوا تخدموها الطريقة بنهار يعني بنهار يعني بحضرت كي تكون الليل وبنادم كي يكون باقي باقي مشي نعاس ولا وانتا غادي تزرب يعني انا غادي سبعة طقائق ثمانية طقائق تقدر تخرج شي واحد مثلا اللون ديالوك حال بحال هادوك وحال ما كيبانوش في الليل هانتوما هانتوما اللون ديالوك تبارك الله أسود تقدر واحد يخرج وانت ما تشوفوش انت خدمت طريقة بنهار تعينا خرج تشوفوه تردو صافي هيا القضية مزيانة إذا طريقة ديال الرضاعة الحبيثة اسموهي الأساس دياله وهو الدكاء فوقاش نخدم اسموهي حال هيا العالة قاريري رضي يعني قسمي فوقاش نفتح فوقاش نفتح فوقاش نفتح فوقاش نفتح فوقاش نصد هده إلا فهمتها غدي نقول أنا باللي أنا كنتحكم ولا أبغات انتوا انتوما خاضرة أنها ترداجوا الخطرات هده ديروها من اليوم الثالث عقلو على الرضاعة الحبيثة من اليوم الثالث هيا ولدت من اليوم الثالث يعني بغيتو الرضاعة ديالكم أنتم تحكموا فيها الرضاعة الحبيثة تخدمها من اليوم الثالث يعني اليوم الثاني الأول والثاني تكون هي باقة مضح شرام على الولادة باقي فيها الدم باقي فيها بما تغسل الناس ولكن اليوم الثالث صافرة تكون مقتلات أنتم في اليوم الثالث بدأوا تقوموا بالإجراءات ذلكم يعني قصو يكون عندكم واحد حاجز عندما أنتم عندي واحد شبيك راني حراب طوت الفوق يجب أن تجدوا أن تصدق بيت الولادة وإنما أنتم وخاتكم عندكم خشبة أو لا ستصدوا هذه البيت الولادة لأنها لا تدخل عند الولادة وصافوا وطبقوا القادية التي أردتكم أنا هي أنكم أنتم تحكموا هي متر الدعش لا تدخلوها عند الكاج عند الولادة وتقولوا بالله عادي هي الرضاعة الحبيثة لأنها تحبس طريقة خاطئة ستدخل وإنها تموت أنا يعني كان نقول لكم هذا القضية لكي لا تفرجوا في فيديو وتخدموا بوحد طريقة خاطئة سوف أحكى الرضاعة الحبيثة أنا غادي نشد المتوان ندخلها عند الصغار ونحبس عليها ثم هي الرضاعة الحبيثة الرضاعة الحبيثة هي التحكم كيف سوف يتحكم هنا في هذه الأنثى أنا قد نتحكم فيها في الرضاعة لو خيتكم بقى تردع لا لا تردعش أنا انفرد عليها وحد الوقت وهذا الوقت سوف يقديم أنا أفتح الباب هي تقولوني معودة على ذلك الوقت اللي رضعت فيها أول مرة لأن إلا عودتها تقولوني انتغيت فتح الباب ويتجي داخلي عندهم لأن صافي تعودت بلدرع ديالها صافي رأى عمر بالحليب كتبلي كتستنك نتايا إلا مشيتين ما جيتينش مع ذلك الوقت كتبقى تبقى تبغي هي تدخل عندهم لأن صافي نتايا انتخوتي لها الدرع ديالها و مدّة اللي اللي جمعت فيها الحليب عودتاني راجعت كتبولك صافي وفسحة ليا لمدّة لا 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 طول الأيام انها باش غتتتردع كتبلي انتها كتبتتحكم واني كتبتتحكم كون على يقين انها هي ما غتقاش تدخل وتخرج أول حاجة ما غد يوقع غد يتبقى تردع هي ولدها كلهم كلهم غد يردعوا منها إلا مشتها هي دخلت شوية وخليتها وكانت هي بغتتردع هنا رداعة طبيعية واني تقلقها مثلا قلقها في الكاجو كتبتح كتبتح يتبقى يكونوا خمسة اردعوا مزيان ووجوج لا اردعوش صافي هم هذه النهار فاتهم الأخوة وقد تدخل عندهم غيف واحد المدة يعني هذا الرداعة الحبيثة مزيانة هي طريقة الاستخدام هي اللي خاصة الانسان يدير بها اذا هذه الفلقة المهمة بزاف فهموها عودوا الفيديو مرارا وتكرارا لما فهمتوش انا راني حاوب نفهم عودوا الفيديو باش تفهمون زيان وراها غتنفعكم بزاف هذا الرداعة الحبيثة أنا غديتنفعكم لانه غدي يقول لكم كل شيء يرضع وكل شيء يشبع ومني غدي وصلوا وقل في طام غديتحصلوا على وحل الوزن ما شاء الله اذا إلا عجبكم فيديو شاركوا معنا الناس يمزلون شاركوش معنا مواضيع قيمة ان شاء الله من القدام كما راح توراني درت واحد الكاميرا جديدة درجة جودة عالية باش نتشوفوا الفيديو مزيان شاركو معنا الناس يمزلون ما شاركوش معنا شاركو معنا و تكيو على زير الجرس كي يصريكوا الجديد ديلي ان شاء الله وما تنسوناش بالدعم تكيو على زير الجيم باش القناة تزيد القدام وقدام ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا 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 اشتركوا في القناة